أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث نبدأها مما كشفه عضو الوفد الحكومي في مفاوضات جينيف لتبادل الأسرة وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل كشف للحدث أن وفد الحوثي في جينيف رفض إدراج الصحفيين المعتقلين على أي قوائم لتبادل الأسرة أو حتى الحديث عنهم لكن عضو الوفد الحكومي اعتبر أن المفاوضات الجارية في جينيف لا تزال في مراحلها الأولى إذ تطالب الحكومة بالإفراج عن 800 أسير من العسكريين والمدنيين مقابل الإفراج عن عدد مماثل من الأسرة الحوثيين